مرحبا بكم نستهل فقرة قول الصحف بهذا المقال الصادر بيومية رسالة الأمة انتقد عبدالله بصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج غياب التنسيق بين المستسات الوطنية العاملة في مجال الهجرة حيث دعا مختلف الفاعلين في هذا الملف سواء من داخل الحكومة أو البرلمان أو المجتمع المدني إلى نوع من التفاعل الإيجابي مع ما يقدمه المجلس من مقترحة لخدمة قضايا الجالية بالخارج هذا وجدد بصوف دعوته إلى الحكومة من أجل الاستفادة من الكفاءة المغربية المقيمة في الخارج من خلال تعيينها في المناصب العليا وفي مؤسسة الحكامة وفي العمل الدبلوماسي ونتوقف عند هذا المقال الصدر بجاردة الاتحاد الاشتراكية يرى الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي أنه ينبغي التعامل مع الديمقراطية بحذرة تنقل صحيفة قول المرزوق في محاضرة ألقاها في الرباط ولا أمس نحن في أزمة فكرية وليس أزمة مفاهيمة تواصل الصحيفة في المحاضرة التي ألقاها بدعوة من الائتلاف المغربي لهيئة حقوق الإنسان قال المرزوقي إن العلم العربية يعيش مرحلة لم يشهد لها مثيل في خطورتها عبر التاريخ وتخصص الصحيفة مقالها الافتتاح للجريمة الإرهابية التي ارتكبها المتطرفون الإسرائيليون بحرق رضيع فلسطيني في نبلوس تكتب الصحيفة هذه الجريمة تؤكد حقيقة المستوطنين الصهاين أمام العلم والذين يتزايد عددهم باستمرار في طار المخطط الإسرائيلية الذي يشجع الاستطانة كاستراتيجية توسعية تتقسمها كل الحكومة الإسرائيلية هذه الجريمة هي الوجه البشع للوحش الهمجي الذي يمثله الاستطانة والذي أصبح زعمائه ممثلين في الحكومة الحالية التي يتزعمها بن يمين نتنياهو في إطار تحالف يميني فاشية المهربون الجزائريون في صدرة المطلوبين دوليا حسب ما أوردته صحيفة الخبر تتصدر قضايا تهريب السيارة التي تورط فيها عدد من المغتربين قائمة القضايا التي تبدلت بخصوصها مديرية الأمنة ومنظمة الأنتخبولا المعلومة حيث أشار تقرير أمني إلى ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالتهريب والتي تخص عمليات جلب سيارة من الخارج بطرق ملتوية تتابع الصحيفة في القائمة الخاصة بالأنتخبولا لا يزال مخترب المختارة أهم المطلوبين دوليا تكسير المدرسة باسم الإصلاحات ارتبطا بالجدل الذي تفجر في الجزائر بسبب موضوع إدراج العمية في التدريس ترى الصحيفة أن الموضوع أضحى أكثر غمضا بعدما أكدت الوزيرة بنغبري تدخل اللهجة الأمة الموسمة المقبل ولكن ليس في الطور التحضيري فقط بل ستستمر حتى السنتين الأولى والثانية ابتدائه وهذا يتنقض مع تصريحتها الأخيرة بحصر العمية في التحضير فقط تتسال الصحيفة الإشكال المطروح هو كيف يتعلم تلميذ الأولى والثانية ابتدائه بالعمية ولديهم مقرر مسطر بالعربية الفصحة وحسب نفس المصدر يحضر عدد من الأحزاب السياسية ونقبة التربية وجمعية أولياء التلميذ وكذا جمعية العلماء المسلمين وشخصية وطنية جزائرية لمبادرة هدفها تشكيل هيئة وطنية شعبية للدفاع وحماية اللغة العربية وثوابت الأمة ردا على قرار وزارة التربية المتعلقة باعتماد الدارجة في التعليم التحضيري والابتدائي في السنتين الأولى والثانية وفي مقالها كتبت صحيفة الرياض وصلت قوة الجيش الوطني الشرعي والمقاومة الشعبية تطهير جيوب الحثين وقوة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في أطراف معسكر العند بعد السيطرة على قاعدة العند الجوية والاستراتيجية ومعظم المباني فيها في محاولة لإجهاض الانتصار الذي تحققه المقاومة وإعلان حكومة خالد بحاحا نتعز هي المحطة المقبلة للتطهير من ميليشيات الحثي وصالح قدمت قيادة حزبية مقربة من الرئيس المخلوع مبادرة لإنقاذ الحثين وقوة صالح في تعز قال رئيس المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية إنه تم طرح مبادرة من قبل عبدالقدر هلال وصالح الصمد تقضي بانسحاب الحثين من الجنوب وتعز والبيضاء مقابل رفع العقوبة الدولية عن عبدالملك الحثي مضيفا لا يمكن أن نسمح أن يسرق نصر المقاومة في تعز نحن قبقوثين أو أدنى من تحقيق الانتصار وترضي الحثي أكد مصدر رسمي يمني للقدس العربي أن خطة تحرير محافظة تعز جاهزة للتنفيذ وأن قاعدة العند المحررة سيكون لها دور كبير في الخطة وذكر المصدر أن قيادة الجيش الوطني وبالتنسيق مع قوة التحالف العربية أعدت خطة تحرير المحافظة التي ستدخل حيزة تنفيذ قريبا مؤكدا أن قاعدة العند ستشهد قريبا قدوم طائرة حديثة للمساعدة في التغطية الجوية للمقاومين وتحييد قوة الإنقلاب وجاء في مقال صحيفة العربية الجديدة يبدو أن الترجمة السياسية للانتصارات الميدانية للمقاومة والجيش الموالي للشرعية بدعم من التحالف العربي في جنوب اليمن لن تتأخر خصوصا بعد الأجواء التي سادت حوارة الدوحة قبل يومين في موزة استمرار قوة الجيش الموالي للشرعية والمقاومة في تطهير محافظة لحجم جيوب ميليشيات الحثين والقوة المؤيدة لصالحة في أعقب تحرير قاعدة العند والحشد لحسم الوضع في أبيان والطالع على أقل تقدير في الأيام المقبلة يظهر أن اجتماعة الدوحة السياسية قد منحت زخما كافيا لعودة الحديث عن استكمال العملية السياسية في اليمن